يا عروس، أنا عم دور عروس لجوزي تكون شعره وحلوي وصدره كبير وجسمه حلو أيوة مالك لماذا أريدك هكذا؟ لماذا أريدك هكذا؟ لأنني جوزي بحب هكذا أعرف ما في بعقل جوزي أنا لأن الساكني بعقل جوزي أنا جوزي من النوع اللي يحب الجمال من النوع اللي يحب اللي حلوين وعيون الزرق تعرف ما في بعقل جوزي أو هو يقول لك شو يحب؟ لا، أنا بعرف ما في بعقل جوزي ما بيقول لك؟ لا لماذا ما بيقول لك؟ بحياته ما قل لي شيء عن هيك شغلاق مرأة بتحكي هيك كلام؟ أيوة مرأة بتحب جوزة؟ كيف لك؟ كيف مرأة بتحب جوزة عم بتقدمه لأمرأة تانية؟ شو المشكلة يعني؟ شو بدي نقص حبي منه يعني؟ شو بدي نقصني هو؟ ما لح ينقصني شيء؟ طيب شو بتقليلي عن زوجك؟ عريس شو؟ زوجي شكله كثير حلو كثير مميز بنظري أنا كيف عمره؟ عمره بالأربعين وواحد واربعين كثير جزاب كثير كثير محترم رجال بمعنى الكلمة شو يعني رجال بمعنى الكلمة؟ يعني رجال شو يعني؟ لأوين بدك توصل؟ ما بدي أوصل عم بسألك سؤال شو الرجولي بالنسبة إليك؟ بكل شي رجال يعني عم بتقول رجال بخضرات الجنسية؟ بكل شي بكل شي ليش بديك ترغب إمرأة ثانية بزوجك أنه عنده قدرات جنسية؟ ليش منستخدم الرجولي والقدرات الجنسية مشان نقوله عن الرجل أنه هيدا رجل صالح هو الرجل ممكن يكون فعلا رجل؟ بابا عم شو بدي للك؟ رجال عم قللك بمعنى الكلمة شو بدي لك أكتر من هيك؟ بيلبية لزوجته وكل طلباته وكل مؤدماته شو بدي إذا بدي لبا العصبوري بيجيب لياها؟ وين بدي تسكن؟ تسكن معي بالبيت الغرف اللي هي بدي إياها تختار الغرف اللي بدي إياها وأنا بنظف لياها كل يوم الغرفي ما تشتغل شغلي ما تشيل كباني من هون وتخط هون وبتقدمي لجوزك؟ إيه وقدم لجوزك إيه وقدم لجوزي لكن بقدم لروحي أنا هالدني كلها بيهمني جوزي سعاد الجوزي وإذا قال أنا ما بتجوز إذا أني بحبة لمرتي لا بدي يتجوز زي بتحب مرتك بلك تتجوز وينه أبو زينب؟ معنا هون أبو زينب استعبلي معي يا بحلي بقي لها ريحة فضل فضل كيف استقبلتك؟ كيف استقبلتك هلأ أبو زينب؟ مثل ما رأيت ترحاب صادر واحتراق ويقول مثل أي مرة بتحترم زوجة في أي مرة كيف يعني؟ ما شفت بعينب؟ شفت إنه بستلك إيدك إيه أنا ببس لرأسة كمان شو؟ أم بلادي شو؟ هموت بيتي هاي دي روحي مش الحياة؟ هاي دا حب؟ هاي دا حب هاي دا عم بتقلي لكن مثل البلابن وعصفير الحب أبدا أبدا هاي دا عوضتني عن كتير يا مالك عوضتني عن كتير كتير بعيت لك أبو زينب أو بعيت لك نور الدين؟ شو ما بدك؟ نور الدين أو أبو زينب؟ شو ما بدك؟ سؤال تفضل زوجتك عم تبحث لك عن عروس؟ نعم شو بيعطي هيدا شي الرجل؟ يعني بالمجتمع الشرقي لما الزوجة بتفتش عن عروس لجوزة؟ مما حبتها بزوجة بدي سعطه لما بتحب سعطه ما بتدور له عروس لما قارت لك بدي جوزك شو قلت له؟ قلت له لا لا أول شي لا بعدين ليش أول شي لا؟ و بعدين ايه؟ لأنه ما بدي لأنه أمانة الولاد ما بدي إزيها قلت أنه لربما يكون إلى غير الزوجة على ضرتها فبعدين وفعت حسب الأطباع ولقيت البيئة لعنا قلت لازم يكون إلى وريد السند بس أنت بتعرف أنه كله بلع أنت بتعرف أنه لما جوزة يتجوز يعني أنت حكماً عم تجرح المرأة؟ لا في جرح، لقيتها متواضعة كثيراً غير النسبين كلها لا 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 عادي عادي جداً 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 وكتر من عادي وش أوتوماتيك عادي؟ ما فهمت شو أوتوماتيك عادي؟ يعني هاوديك الأطباع تلاقيون أن يمفعلوا وخربوا بيوتهم وطلقوا وزر بس عادي جداً لقيتها متواضعة ما فهمت شو أوتوماتيك؟ عم تحكي يا مرأة بتغارع جوزة ما فهمت مين أوتوماتيك؟ العادي عادي هاوديك يبقوا أوتوماتيك بتحلها متى الأطباع بسرعة زوجتك منويل؟ عادي عادي ما عم بفهم شو الـ أوتوماتيك يعني؟ المرأة متل السيارة؟ لا لا، هادي إنساني متواضعة متواضعة أو خاضعة متواضعة خاضعة لرغبات زوج لا 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 خاضعة لرغبات زوج وخاضعة لتقاليد بالية في مجتمع عنده تقاليد بعد التقاليد البالية كيف بدك تقسم موقتك بين الزوج الأولى والزوج الثاني؟ يامان ويامان اعدل إلى فسطان وإلى فسطان سكربيني بسكربيني كلسيت بكلسيت طالب عبدالعصب وبترضيها بالفسطان وبالسكربيني بترضيها؟ لا 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 شو بدون لؤمتها اللي طلبتها هايدي بتاخذها هايدي ايه؟ هتعلب السين حقوق إنسان خبرك شغلين؟ نعم عم تقول الليلي هون وليلي هون نعم انت وبالليلي هون المرأة اللي هون شو بتكون عم تعمل وشو بتكون عم بتفكر؟ برأيك هايدي عزار جسدية عم بسألك سؤال جوز عندها عاش رباني جوابني عقاد سؤالي تفضل انت وبنفس البيت بدون يقعدون صحيح صحيح زيت البيت قوضة هون وقوضة هون صحيح جوابني عقاد سؤالي انت فهمت شو سؤالي فهمت سؤالك وانت عم تجرب تبعد عن سؤالي لا 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 سؤال لعيونك بلحها أتنين زوجتان مع بعض هفدن الزيكو وشريكو الزوجة الأولى وزوجة التانية هفدن انفخ باللبر ويطلع لك بولين هفدن ما فهمت انفخ باللبر ويطلع لك بولين اتنين يحبلوا اتنين يخلبوا يعني نفس الليلة زوجة الأولى وزوجة التانية قول الله وبدون أحبوب وعى حليب المعز والغنب والبيت البلدي ثلاث قصص ليش الرجال بدي يتبيها بقدراته الجنسية بك يا أخي هيدي قدرة من الله كمان لاش لا حتى بدنا تتبيها تروح تعمل حرام بره هيدا حرام سؤال ثاني لما أنا عم بسألك شو عم بصير بالزوجة التانية آخر شي فكرت فيه قدرات الرجل الجنسية عم قول مرأة بتكون متبوحة بقودتها التانية عم بتفكر كيف الرجال اللي بتحبه عم تتقصمه مرأة تانية لا 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 هدي مو من هرنام عندي زوجتي هم زينا بما أنا من هرنام وتحديك في قرار بس الغيرة الغيرة هي لا ما عندي غيري لا لا لا嫌 אي لا لأ ها lihat هده بتحبني وبتحزتي وهموت بيدي مين عم بريح التاني أنت عم بتريحه او هي عم بتريح seasons نعم ايضا وإذا بقلك وا steam لكلها عن بتقول ليلي هون ليلي هون ليلي مع الاثنين طيب إنزüğي إذا بقلتلك قلتلي قبل شوي أنا ما بدي ليلي شو وإذا قالتلي قبل شوي أنا ما بدي ليلي ما بdi ليلي حربة لليلة؟ ما بده ولا ليلة ولا ليلة؟ ايه عادي أنا ما دي عايش حياتي بتكون سعيد ويدي حياتي بتكون عادة مثل ساعات يعني بتكون عم بتريحها هي بزواجك الثاني عم بتريحها لاش ما بعرف لاش جاي يدم ع زواج ويدم ع حلقة اللي عندك يا أستاذ ايه يا أستاذ مالك مكتبي أنا كنتصي أطول مالك عليك السؤال أنت وعم تسمع كنت عم تسمع جزء من حديث زوجتك هاذا هذا الصدر العالي وما بعرف شوه وما إنسانة عادة كما تلاقي في الإنسان عادة استطردنا لالله يبعث لنا بين الأهم ما المواصفات؟ عادي 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 كنا مخلوقاته الله يا رجل ما مش للمواصفاته هم أمرأة محترمة ايه؟ مطيعة وسريعة والله مبارك يعني مطيعة أخاضعة إذا بك تجوز لا لا الله دارك يعني مطيعة يعني إلا بدي تجوز والمرأة المطيعة والدبي سريعة جلك الله هايدي جدودك إن عقود ما فهمت هو ، الله بارك بالمرأة المطيعة والدبي السريعة والدار الوسيع هلا المرأة مثل الدبي ؟ يعنيahaي vue شدودة ، انا احبذ اللنا الدبي و تركوت هلا المرأة مثل الدبي ، والمرأة أو التوماتيك الله بارك بالدار الوسيع هذا مرأة ، اوتوماتيكado مانويال لا لا عندما بتقول لك ؟ يا شريكي يعني انت المرأة بدك ياء خاضعة مطيعة ، مقطع من الشيء يعني بدك امرأة تكون جاهزة حاضرة هاضرة بهالقوضة لما بدوا يدخلوا عليها زوجها بيدخلوا عليها كلمة تجيب له الصبيب يعني لاش كمان في كتار فيه نساء عم يدوروا على أولاد حليل بتقعد بالبيت و لا تطلع ولا تشتغل جوزت مرة كتر خير الله جوزت امرأة وحدة عجبت لك زينب عندك عندك احلى احلى امرأة معك بتحبه عصافير الحب نعم بتكرمها لمرتك لما بتحافظ على زوجتك وبتحافظ على زواجك وبعيونها عم بتقول معك يا مارك بس انت عم تحكي شي اللي أنا ما فيني أحكي لأروع القصص اشتركوا هلأ بقناة مالك مكتب الرسمية على يوتيوب